أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير شؤون الإعلام في تصريح خاص لمركز الأخبار أكد أن مملكة البحرين تمضي بنجاح في مسيرتها الديمقراطية الرائدة التي تأتي في إطار المشروع التنموي الشامل لجلالة الملك المعظم مملكة البحرين اليوم تقف أمام عرص انتخابي كبير الكل متحمس له والكل فرحان به وهذا يمكن لقد أننا شفناه وشهدناه في الحضور الكثيف في المقارنة الانتخابية التفاعل الإيجابي من جميع المواطنين مع استحقاقهم الدستوري هذا الأمر اليوم نقطف إن شاء الله ثماره بتجربة ناجحة ويمكن نحن كمنتمين لوزارة الإعلام لنا دور كبير وحريصين أن يكون لنا حضور قوي من خلال تقطية إعلامية متميزة من خلال أيضا تسهيل على الإعلاميين اللي يشاركون هذا العرص الديمقراطي في تقطيتهم الإعلامية من خلال الإعلام المحلي والإعلام الإقليمي والإعلام الدولي ولا شك في هذه المناسبة نتكلم عن الإعلام أيضا نتكلم عن مسؤولية الإعلامية ويمكن لا يخفى عليك ولا يخفى على المشاهدين تعرض مملكة البحرين خلال هذه المناسبة لاستهداف من قبل أطراف لا داعي لذكرها ولكن معروفة بأجنداتها المغرضة وللتحاول أن تنال من هذا النموذج الناجح وتعاول أن تنال من إرادة المواطن وإصاله لصوته إلى صناديق الاقتراع هذه المحاولات لا شك أنها محاولات يأسة وستستدم بوعي الناخب البحريني وحرصه على أداء واجب الوطني ولا شك أن المواطن البحريني عندما يتعرض لمثل هذا النوع من التحدي ومحاولات تضليل يزيد إصراره ويزيد عزمه بأداء واجب الوطني على أكمل وجه واختيار المرشح المناسب والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي فلذلك يمكن اليوم شفنا تصريحات سعادة رئيس اللجنة العليا اللي شرف على سلامة الانتخابات اللي أشار إلى أن هناك عدد من المحاولات لفبركة بعض الأخبار وبعض الاستهداف بعض المواقع ولكن الحمد لله البحرين دائما عصية البحرين كانت عصية في كل المناسبات اللي كان هناك محاولات لاستهدافها وهذه مناسبة سيثبت إن شاء الله الشعب البحريني بمختلف مكونات بمختلف مشارب ذكورا ونساء وشبابا وشيبا بأن البحرين دائما عصية وإن شاء الله سنحتفل بكرة إن شاء الله بيوم كبير وبإنجاز وطني كبير يضيف إلى المسيرة التنوية الشاملة اللي قولها سيدي حضر الصعب الجلالة ويضيف إلى الإنجازات إن شاء الله اللي دائما تعزز بين العلاقة الوطيدة بين السلطة التنفيذية بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد والسلطة التشريعية اللي إن شاء الله سيتم تشكيل أو يعني تشكيل المجلس النيابي منها خلال هذه الانتخابات وأتمنى في هذه المناسبة أيضا أن نشوف تقطية إعلامية متميزة من تلفزيون البحرين ومن صحفنا المحلية ومن جميع القنوات الإعلامية متمنى للجميع إن شاء الله التوفيق في هذه الرسالة الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر